استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة هذا وافدت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابعي لها في خانيونس جرى إصلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفية واستشهد ربعات فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدينة حمد شمال خانيونس لليوم السابع عشر بعد المئة ما زالت غزة صامدة تدك بعنف فتغيب مبانيها تحت زخات القذائف المتتالية لتصل الليل بالنهار قصفا وتكتيلا ويغيب تحت مبانيها شعب أعزل لا يمل من الصمود ففي هجمة وحشية جديدة استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بوروح مختلفة في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع حيث قام الطيران الحربي والمدفعي بقصف مدينة خانيونس تزامنا مع إطلاق النار من مروحيات ومسيرات إسرائيلية وسط المدينة وغربها وفي قصف صاروخي استهدف حي الدرج بشرق المدينة سقط عشرات الجرح والشهداء بينما انهمرت المدفعيات تغطيها غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال غرب مدينة غزة ولم تتوقف قوات الاحتلال عن جرائمها فتمادت ليشهد مخيم النصيرات وسط القطاع قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصلا كما طال القصف المدفعي الهمجي مستشفى العودة في حي تل الزعتر شمال غزة حيث أصبح حصار المستشفيات ودهمها بالدبابات واستهداف المرضى تقصا من تقوص الاحتلال الإجرامية وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خانيونس جنوب قطاع غزة وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني ويضم مئة كادر طبي وسبعة ألاف نازح غالبيتهم من الأطفال والنساء كما قامت جرافات الاحتلال العسكرية بأعمال تجريف في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة بحماية من الدبابات واستقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا واستصمت دولي مريب ينبئ بضروعه في الخطط الشيطانية للاستلاء على القطاع بعد تفريغه من مظاهر الحياة وإبادة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض